المضاربة تجر أكثر من مائة شخص للعدالة تحرية وزارة العدل منذ شهر سبتمبر الماضي حول أزمة البطاطا والزيت مكنت من متابعة 103 أشخاص ووضع 63 آخرين الحبس إلى جانب خمسة أشخاص تحت الرقابة القضائية تابعنا حوالي 103 متهم من ضمن 103 تم وضع 63 شخص حول الحبس المؤقت 63 شخص وخمسة أشخاص تحت الرقابة قضائية وتمت محاكمة 58 وتمت إدانتهم بأمام المحاكم الجزائري فيها سنة فيه خمس سنوات فيه سنتين إلى آخر تجريم ترويج الأخبار الكذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة بالمضاربة وإحداث الندرة وضع ستقف عليه وزارة العدل خصوصا بعد أن أصبح هدفها المساس بالاقتصاد الوطني والأمن الغذائي للجزائريين انتلاق من المعاينة الميدانية التي أثبتت بأن الآن الغرض أصبح يتعدى هذا الأمر إلى المساس بالاقتصاد الوطني إلى المساس بالأمن الغذائي أصبحت فكرة المضاربة فكرة منظمة الآن أصبح تنظيم هذا العمل من طرف مجموعات أصبح تتعدى الآن التجار إلى مجموعات منظمة الهدف المتحة هو التعويج لهذه الأخبار والقيام بهذه الأفعال تحريات حفيثة وتحقيقات معمقة بشرتها وزارة العدل بالتنسيق مع الضبطية القضائية للتحقيق في قضايا المضاربة بالسلع التي خلقت فوضى في السوق خلال الآوينة الأخيرة ترجمة نانسي قنقر